السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب دود سبورت أهلا بكم أخباركم ايه يا رب ده ما تكونوا بخير وحشتوني جدا 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 وعلا طول بيت وحشوني وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب الدود سبورت حلقة اليوم مصر كلها برحانة بعد لقاء الأمس بالنادي الأهلي والبرونزية والتالت العالم بعد تهنئة من أجمد أندية أوروبا زي ريال مدريد وبرشوالة أسباني وليفربول وأستون فيلا ومنشستر سيتي اللعب بالأمس وكان بطل لأول لقب في تاريخ جارديولا كل التهنئة دي من أجمد أندية العالم للنادي الأهلي بحصوله على تالت العالم وعندنا خبر للشناوي وعندنا رمضان صبحي وقاليو ديانج ومفاجآته والراحلين عن نادي الزمالك والحلقة النهاردة كلها سخنة ملهلبة وهنقش على مين؟ على ملعب الدود سبارت بس أبن نقش على كل ده نعمل الشراج للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى تلات تلاف لايك بانجح بيكم دوادكم وبإذن الله تعالى هكون دماء عند حسنكم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم مبروك لمشرف الكرة المصرية للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وبعد تهنئة جميلة جدا من أحد الأندية الأوروبية الضخمة جدا 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 وأقول لكم تاني ريال مادريد الأسباني وبرشوية الأسباني وليبربول الإنجليزي وأستون فيلا الإنجليزي ومنشستر سيتي الإنجليزي يعني من أجمد خمس أندية في العالم وبركية التهنيئة لكابت محمود الخطيب بالأخص ثم النادي الأهلي ثم لجنة تخطيب النادي الأهلي ثم جماهير النادي الأهلي ثم لكل شيء داخل السحلة المستديرة بالنادي الأهلي باللقب البرونزية الثالث على العالم محمد الشناوي يرفض تماما وبيقول لك محدش يتدخل معي بها في حدة الاحترافية والكلام داخل محمد الشناوي رفض ربعمية وخمسين مليون جنيه من قبل أو من أجل النادي الأهلي يعني محمد الشناوي لن يحترف ومش يفكر في حدة الاحترافية من أجل النادي الأهلي ومستمر مع النادي الأهلي علشان هو حسبها بينه وبين نفسه قال لك أنا دلوقتي 35 سنة يعني كلها سندين ثلاثة وهبطل لا أنا لما أكون في النادي الأهلي أولا سنمسك حاجة داخل النادي الأهلي ثانيا سوف أعملت وهامل الكيان لي داخل النادي الأهلي وكل شيء لمحمد الشناوي داخل النادي الأهلي وبعد ذلك سيعتذل ينarg قليلا علشان يكون لي حاجة جميلة جدا جوة النادي الأهلي وينجزي المكلفين كان ل� этому الله كيف تعالي ب Pengharb رفض كل الملايين من أجل البقاء للنادي الأهلي. نجم وسط النادي الأهلي واحترافه ورحيله الراجل أو اللاعب اللي يفكر في الحتة الاحترافية ينسى اللي هو يدي النادي بتاعه بثلاثة جنيه. يعني ايه بثلاثة جنيه عن مدودي؟ هقول لك يعني ايه؟ أنا دلوقتي جربت الحتة الاحترافية وفكرت فيها مش هفكر في النادي اللي أنا فيه. مش هفكر ألعب أو أدي للنادي اللي أنا فيه خلاص شغال جربت الحتة الاحترافية وعايز احترف. عايز احترف في مين بقى؟ جيله هيكسر مصر دام الهولندي وفولهم الإنجليزي وجل التصريب التركي وهو أليو ديانج ديانج خلاص يا جماعة بنهاية الموسم هيكون خارج حسابات النادي الأهلي تماما علشان الإدارة طلبة اللي هو يجدد والراجل مش عايز يجدد علشان كده مارسل كولر غضبان عليه ومش قادر أقول لك هو ملعبش والراجل خلاص بدل ما فكر في الحتة الاحترافية زي ما قلت لكم وقاليو ديانج هو عايز يجرب رحلة الاحتراف وأنا شايف اللي فولهم الإنجليزي وطبعا بقى يعني جلت أسرائي التركي يعني من أبقام أندية في أوروبا إذا كان في الدور الهولندي أو الدور الإنجليزي أو الدور التركي طبعا أليو ديانج هو كبير جدا 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 وقدامه لسه المجال كبير وهو طبعا إضافة لأي فريق هيروحه أليو ديانج المتقلق المبدع مع النادي الأهلي اللي يقترب بنسبة 70-80% من رحيله بنهاية الموسم الحالي نخش بقى عمين بقى نخش بقى العكنانة والمدايقة وهنشوف بقى الدنيا باشي ازاي إذا كان مع المهندس باندوح عباس اللي فعلا عامل مجهود كبير جدا 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 اجتماع مغلق قبل صفر في يوتشار F.C إلى السوبر لمشاركته في السوبر المصري اللي طبعا إن شاء الله بإذن الله بإمكاننا كل التوفيين يفرج على كورة مصرية جميلة جدا في الإمارات وهو السوبر المصري طبعا المهندس باندوح عباس قاعد نعمين مع عمر كمال عبد الواحد في اجتماع مغلق قبل صفره مع فيوتشار لكاس العقم للسوبر المصري وطبعا المهندس باندوح عباس خلص كل شيء مع عمر كمال عبد الواحد والراجل قال له خد فلوس دلوقتي علشان أول ما فكيد هيتفك هتكون انت داخل نادي زمالك ومن أول الصفقات اللي نادي زمالك محتاجة عمر كمال عبد الواحد وخلاص بأكد المعلومة مليون في المية اللي لسان مندوح عباس خلص بنسبة 70-80% مع عمر كمال عبد الواحد وهيكون عمر كمال زمالكاوي من بداية الموسم الجديد او من بداية فك الكيد هيتأيده نهاية الموسم هيلعب الله زمالك في نهاية الموسم يعني في كلا الحالتين اذا كان من بداية واحد او من بداية الموسم الجديد تحت كيادة المهندس مندوح عباس اللي فعلا قدر يدعم لنادي زمالك من حتة خاصة كده جميلة جدا علشان فعلا بعض الصفقات المهمة جدا اللي احتجينها زي عمر كمال وزي رمضان وزي ناصر ماهر وزي 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 الروتوش الأخيرة بمعنى الكلمة هيكونوا على بواب نادي الزمالك ان شاء الله بإذن الله فتح الكيد بس والدنيا كلها هتكون متواجدة جوه نادي الزمالك رمضان صبحي رمضان صبحي والمهندس بمدوح عباس رمضان صبحي كان بيتكلم وقالك أنا مخالي نادي الزمالك على جنب أنا بفكر الأول وفكري الأول العودة للنادي الأهلي بص عم رمضان علشان بس تفتكر انت إيه تفتكر انت عشما نحنة يخش الجنة والكلام ده أنا قولت قبل كده في حلقة من الحلقات اللي رمضان صبحي لن يعود للنادي الأهلي مرة تانية ليه؟ علشان اللي بيخرج من النادي الأهلي أو بيفكر في الحتة المادية بعيد على النادي الأهلي وبيخرج بوابة النادي الأهلي استحالة يعود مرة تانية للنادي الأهلي والنادي الأهلي قافل الموضوع تماماً من كل الاتجاهات لو أحسن لأيه في العالم مش هيكش النادي الأهلي تاني بص لما يجبها بالبلد يوه علشان كده رمضان صبحي قالك خليني نادي زمالك على جنب لا إحنا مش احتياتي إحنا مش احتياتي يا حبيبي النادي زمالك نادي كبير نادي عريق لكن ما بيتحطش على جنب لا نادي زمالك من أحسن أنديها في أفريقيا من أجمد أنديها في أفريقيا وخلي ملك عشان أنت في الصورة بس لو الصفقات موجودة والدنيا كلها موجودة نادي زمالك مش هيفكر فيك ثلاث دقائق نادي الأهلي بنهاية نهاية 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 استبعاد رمضان صبحي من النادي الأهلي ولن يعود أو لن يدخل النادي الأهلي مرة تانية الراحلين على النادي الزمالك ما هذا؟ ضربة قوية وهنشوف من العادة التقيل كما نقول الراحلين على النادي الزمالك وهم فكل يتفك هتبقى الدنيا لذيذة والدنيا هتكون مباحباحة والدنيا هتكون مترياشة خدها مني بضمان التعليق العربي من ملعب الدود سبورت الراحلين على النادي الزمالك في واحد اللي جاي لو كده تفتح يبقى الناس دي كده باي باي بالسلامة ما تفتحش يبقى يبقى الوضع على ما هو عليه وربنا يسر ما نبقاش حصلت الدور الزمالك أشرف روقة على رأس رئيس العصابة فهو أشرف روقة نمبر وان محمد عبدالغاني اللي ما بعرفش يستلم ولا يسلم ولا يمسك ولا يعبنته عبر سيسي اللي يمشي غلط وتتحرك غلط ويبص غلط كل حاجة في غلط إبراهيم أن أضاي ها الحجاصي المياسي الهلاسي وهي هذا محمد طاري اللي ما ينفعش حتى يعدل قدر بنا محمد علاء محمد علاء مالك الأسستات طبعاً وإن نحن احنا نحن 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 استاستات وشكراً لنا كابت المحمد محمد الجانب فورة صعيدة فأندية تانية اخرى مصطفى الزناري ملك الاودات وملك الصهرات وملك الشرب وملك الحوارات وملك التهليس مصطفى الزناري خارج حسابات الزمالك ومحمد صبحي الفنان القادر محمد صبحي وهو المتبكه لكن على كف عفريت محمد صبحي لن يقف في أبو سنبل في دورة الدرجة الرابعة اشتركوا في القناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن الى 3000 لايك بانجي أحميكم دعواتكم بإذن الرحمن انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملب الدودي بودي سبارت باشكركم في دعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة